لأنها منفتحة على العالم في مجال تخصصها فقد نادت بتطبيق كل ما هو جديد في مجال التخصص خاصة في مجال القانون التجاري لذلك رحبت الأستاذ الدكتورة سميح القليوبي بوجود المحاكم الاقتصادية في مصر وكانت من أوائل العاملين بهذه المحاكم أستاذ الدكتورة سميح القليوبي من وقت مبكر حضرتك بتنادي بوجود محاكم اقتصادية في البداية نحب نعرف يعني إيه محاكم اقتصادية ده موضوع جميل قوي والله يعني الفكرة إنشاء محاكم اقتصادية كانت فكرة سائبة جدا يعني أيام ما هي القانون سنة 2008 تلعى القانون 120 سنة 2008 وكنا مستغربين وكنا بنعمل ندوات كتير قوي لإضاح مفهوم المحاكم الاقتصادية وطبعا أنا أكتر واحدة سعيدة لإنه كل تخصصي تبع المحكمة الاقتصادية البنوك ويعني كل القوانين وحماية المستهلك وإلى آخره كل القوانين المعني بيها قانون التجارة خضعة معظمها يعني خضعة للمحاكم الاقتصادية ولكن أنا شفها نجحت جدا وبقالها ثلاث سنينة هي في أول أكتوبر التسعة وده إحنا دلوقتي الثلاث سنة هو ما شاء الله روعة ومحاكم منضبطة وجميلة ونظيفة والقضاء فيها متميز وما بتحدش القضايا سنتين ولا ثلاثة ولا أربعة زي ما بنشوف أهميتها إيه يا دكتورة خصوصا بالنسبة للإفلاس أنت مسيت موضوع كويس قوي وأنا سعيدة بالأحكام اللي بتصدرها محكمة الاقتصادية بتطبق روح القانون يعني لا تفلس إلا المشروع المنهار فعلا واخد بالحليك أما المشروع اللي ممكن أن يقوم من كبوته واخد بالك فبتعمل إيه المحكمة الاقتصادية بتطبق النص روحه أن الامتناع عن السداد الديون أو الامتناع عن السداد أو الامتناع عن الوفاء ليس بصفة مستمرة ده نتيجة ظروف طارقة فتقدر المحكمة الاقتصادية هذه الظروف الطارقة حتى يتمكن المشروع أنه إيه؟ يستمر؟ إنه قوم من كبوته يقف على رجليه تمام بدل ما أفلسه وينهار إفلس يعني الموت المدني للتاجر الموت المدني للتاجر تمام فده بيكون له مرضو مهم جدا؟ لمتعة خاصة في سنة 2011 يعني من يناير 2011 لغاية دلوقتي المصانع المتوقفة بدون سبب بسبب الإضربات ومش عجز أيوة مش عجز منها عندها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر